أسعد الشاعر 23 عاما اختار مجابهة التدخين فأسس قبل سنوات جمعية الحياة بدون تدخين وهي الجمعية التي استغلت احتفال العالم باليوم العالمي للمتناع عن التدخين الذي يصادف كل سنة 31 من شهر ماي أسعد ورفق منحوا شواهد تحفيزية داخل مقاهي طنجة وفي أشهر ساحات المدينة في مسعى منهم لتوعية المارة ومرتادي وعمال المقاهي بأضرار التدخين وهي مناسبة أيضا لتحفيز البعض عن الإقلاع عن هذه الآفة آفة تقضي على ما يناهز ثمانية ملايين شخص في العالم سنويا صراحة هذه المبادرة الزوينة حملها زعمات حسيسية للناس لكي يتخنوا بشأنهم يقطعوا يعني توسكية سيغاريت صراحة يعني ما فيش المنفاعة دوتو هو واحد الحاجة اللي كابدر بالصحة 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 للإنسان وأنا زعمة اختارت هذا الكافي هذا بالصحة بالصحة لكي يتخنوا بشأن المنفاعة هذه الحادثة وهذه المبادرة فتهو ستسأل علاش هو ما يكون شتهو وغير مداخين تكون حياته بدون تدخين لأنه ماشي نبحث شعار حياة بدون تدخين يعني تشعار بلص ما يكون تدخين يقتل نخلع الناس ما نحببهم بالحياة بدون تدخين علي تكون أفضل ويعني هات التساؤلات اللي غادي تجاه فأكيد غادي تكون الرغبة أنه يقلع عن تدخين وإذا تكون الرغبة فغادي تساعده بزاف أنه تصبح حياته بدون تدخين حساوي نحن 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 نحن